بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا حقيقة يعني اتكلم كلام غريب شويتين على الرجال السياسة والكلام يعني فيه نوع من ما عرفش بس انا هقوله بيقول انه زكورة بوتين وفخلته السمة وصدره العاري هو سبب كل ما يجري بيقول انه لو كان بوتين امرأة لم يكن لا يفعل ذلك في اوكرانيا ده بوتين ده بيقود حرب الذكورية ضد اوكرانيا يقود حربا بصدره العاري ويقود حربا بفحولة سامة ويقود حربا بذكورة غير مسبوقة فلو كان امرأة ما فعل هذا الحقيقة ده ازرف واسخف واصعب تعليقات سياسية اراها خلال هذه الفترة يعني علاقة ايه ب علاقة بوتين وفحولته وصدره العاري ويقود زكورته بالكلام اللي بيحصل في أوكرانيا أو غيره ولماذا اختار رئيس زراء بريطانيا بوريس جونسون هذه التشبيهات الحقيقة يعني تصريح جونسون كان غريب وقال لو كان بوتن امرأة لما وقعت الحرب وطبعا دي كانت مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية وقال إنه سيد الكريملين شن حربا ذكورية مقيتة ووحشية على أوكرانيا والكريملين رد طبعا بالتأكيد على هذه التصريحات التي وصفها بأنها سخيفة وساخرة وقال إنه لجونسون قالوا أنه والله العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة حالة مثل هذه النوعية من الأشخاص يقصدون جونسون قالوا له يعني فرويد كان نفسه في نموذج زي جونسون علشان يدرسه خلال حياته طبعا ضربات ويعني نوع من السجالات والتلاسونات بين الزعماء السياسيين أعتقد أن هي يعني تخطط حدود المعقول أو المقبول إلى حد كبير